وقريبا من الظواهر التي فرضها واقع ما بعد الإرهاب حيث تحولت المخدرات إلى عنصر هلاكا فرض المخاطرة بالمتبقي من الحياة الإنسانية وبعد أن أعلنت الداخلية القبض على أكثر من 19 ألف متهم بتجارة المخدرات أفادت شرطة أربيل بالقبض على عصابة إيرانية تهربها إلى كردستان عبر المعدة والتحميلة وأشار البيان إلى أن المتهمين خبأوا جزءا من هذه المواد بالمعدة على شكل كابسولة والجزء الآخر في مناطق حساسة وغير متوقعة إلا في عقول أشخاص رموا الباقي من المعادلة الإنسانية على طريق هلاك الناس ونجحت قوات أمن أربيل بإخراج المخدرات من مناطق شديدة الحساسية في أجساد المتاجرين بالإرهاب الأبيض اشتركوا في القناة